بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي إخوتي وأخواتي المؤمنين المؤمنات الشعب الكريم الحقيقة دائما هناك صوت عالي مرتفع هذا الصوت العالي المرتفع يحث على الفوضى ويعمل على زيادة وتيرة الفوضى بأي شكل من الأشكال لماذا هذا الصوت يظهر في وقت واحد في وقت الرخاء حينما تستتب الأمور ويبدأ المجتمع في التعاطي مع قضاياه وفي التعاطي مع ما يريد بعقلانية تبدأ الأصوات من جديد لتحويل حركة المطالبة السلمية من الشعب أو من نواب الشعب أو من المواطنين ويبدأ الصوت العالي في توجيه رسائل أشبه ما تكون برسائل استعطاف واستجداء من أجل أن يقوم هذا الشعب بالخروج ضد نظام الحكم وبالخروج ضد نظام العدل ونظام الأمن والأمان يجب أن نفهم أن القاعدة الأساس هي استخدام العقل وما لم نستخدم العقل في أي شيء فلا حكمة مما مما يذع ومما ينقل ومما يقال الحكمة أن تستخدم عقلك وتستخدم إمكانياتك باستراتيجيات سليمة لا أن تكون فوضويا تنقل الفوضى تأمر باللاعدل تأمر بالمقاطعة تأمر بالحرق تأمر بالتخريب تأمر بالمقاطعة تأمر بالإضراب عن المدارس أو عن الأعمال أو غيرها كثير من الدول مارست مثل ما يسمونه هذا حقوق ولكن ما النتيجة أكثر من فرنسا اليوم اللي يشوف فرنسا ماذا حقق حقق أصحاب السترات الصفراء في فرنسا بعد سلسلة من التخريب في الشوارع وإضرام النار وقطع الشوارع وغيرها لا زالت فرنسا والهزى الحاكم فرنسا لم يتغير شيء وحينما بدأت العقول تفكر بدأت التغييرات تحصل على أرض الواقع واخذ وانظر وإذا كان العاقل يريد أن ينظر حتى من القريب العراق لبنان وغيرها من الدول اللي حصلت اللي حصلت فيها فوضى وفوضى وفوضى بدواعي بغض النظر عن عن تأييد أو عدم تأييد لكن النتيجة واحدة لا يوجد حل في الفوضى الفوضى لا تأتي بحل الفوضى لا تأتي بنتيجة الفوضى لا تصنع الفوضى لا توجد الفوضى تحدث فوضى والمقاومة تولد مقاومة بالتالي الاثنان خاسران من مع ومن ضد وهي ليست مسألة مع أو ضد فقط إنما المسألة تعالي يا أخي لننظر تسع سنوات مستوى الإنجاز اللي أنت تدعو إليه تسع سنوات أنت تدعو بالتحريب ضد نظام الحكم في البحرين حسنا ما هو الإنجاز الذي حققته في خلال تسع سنوات والدعوات الموجودة حسب ما أنت تدعي كلها أرقام موجودة عندك أرقام تم اعتقال تم سجن تم التحقيق تم قتل تم فعل تم تم مقاطعة تم منع صلاة الجمعة تم كذا وكذا النهاية ما فائدة هذه الأرقام تاريخ تاريخ مضيء أم هو دليل قاطع على أن العقل لا يعمل خل المؤمن ليس معقولا أن يمارس التطرف ويشيد بالتطرف ويدعو إلى التطرف وبالتالي نقول نعم هذا التطرف إنجاز تاريخي والله صلاة الجمعة ممنوعة هل قد جمعة مائتين وثلاثين جمعة ولا مائتين واربعين جمعة ما هو الإنجاز الذي حققته بغض النظر عن اتفاقنا أو عدم اتفاقنا فيما تفعل فيما تعمل هذا ليس إنجازا بل هذا خرق للعقل الإنساني وخرق للإنسانية وخرق للعطاء وبعد عن السوية بالتالي أنت تمارس الاستبداد حقيقة وحقا وهذا ما لا نؤيده ولا نريده ولا نرغب به وأولا وآخرا نؤكد أن نظام الحكم في البحرين خط أحمر أنا اليوم لما أجأ أقول حكم خليفة وآل خليفة في البحرين خط أحمر جلالة الملك المفدى خط أحمر أقولها وأنا مقتنع فيها ليش؟ لأن هذا النظام وهذا الحكم هو الحكم المؤسس للدولة الحديثة ومنذ مئتين وأكثر من خمسة وثلاثين سنة وهذا النظام يعمل على إرساء وجود الدولة والحمد لله رب العالمين الشعب ينعم بخير لا ينعم به شعب آخر بغض النظر عن الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي والوضع الإنساني اللي أنا أتوقع مو بس أتوقع بل أنا بل أنا أجزم أن ما جرى في البحرين وما يجري بسبب أحداث 2011 لا أحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة التي التي لا يمكن نكرانها أساساً أحداث 2011 وما تابعها وتوابعها هي التي جرت وآلت الأمور إلى هذا إلى هذا الذي نمر فيه من ضيق وضغط وغيرها أنتم أسباب أنتم سبب في ما نحن فيه سبب في تهميش الطائفة الشيعية سبب في وضع الطائفة الشيعية في بوتقة وفي دائرة أنتم السبب في ذلك ولا يمكن أن ينكر عاقل هذه المسألة الحقيقية وإذا حصل تهميش من مواطنين أو من جهة معينة لأنكم مارستم الاستبداد لأنكم مارستم ما ليس لكم به حق لأنكم مارستم الكثير من الأمور التي تفرض وتجعل وجودكم غير مرغوم بالتالي كل شيعي متهم كل شيعي متهم لماذا يتهم كل شيعي لأنكم أنتم افتعلتم هذه الأحداث لأنكم أنتم أضرمتم النار في بيوتكم في شوارعكم هذه حقيقة إذا لم تسمعها مني لن تسمعها من أحدا آخر لكني أقولها بصدق وأؤمن بها نعم لدينا وضع مأساوي اليوم نحن نمر في وضع مأساوي والطائفة الشيعية في البحرين تمر في وضع مأساوي من السبب في هذا الوضع أنتم من صنع هذا الوضع أنتم من أملى وجعل هذا الوضع يمضي علينا في البحرين وهي المسألة ليس مسألة بس تهميش وإقصاء وإبعاد المسألة أبعد من ذلك أبعد بكثير ولا صوت للحق ولا صوت للواقع وأنتم تواصلون التجمهر وتواصلون العداء العلني لنظام الحكم في البحرين من همش ومن أقصى ليس نظام الحكم الذي همش وأقصى وأبعد بالنتيجة متنفذون بالنتيجة من أنتم صنعتموهم وأوجدتموهم لكي يكونوا عداء إلى الطائفة وإلا في البحرين السنة والشيعة إخوان في البحرين لا يوجد هناك تفرق بين السني والشيعي من أوجد الفرقة أنتم من صنعت تفرق أنتم بالتالي أقصيتم بالتالي أبعدتم وجرى ما جرى على الطائفة وأبناء الطائفة حتى المسالمين حتى الساكتين الكل أقصي الكل أبعد لأن الكل في دائرة الاتهام وبالنهاية دولة وأمن دولة وأمن وطن لا بد أن يتم العمل على فعل شيء ما لكي لا تجري مثل هذه المسائل كما جرت للأسف للأسف والله للأسف للأسف أقولها وهي حقيقة هذا الوضع اللي احنا فيه اليوم أنتم أحدثتموه أنتم صنعتموه ويعلم الجميع أني صادق فيما أقول ويعلم الجميع أنني أقول ما أعلم عن حق ما يحتاج إحنا نخبي عن بعض أو ننافق بعض أو نجامل بعض من صنع المتملقين والمنافقين والمتزلفين أنتم من قربهم أنتم بالتالي لا وجود لكم بالتالي ليس لكم رأي بالتالي ليست لكم كلمة وهذه المسألة لم تجري فقط على أبناء الطائفة الشيعية بل حتى على أبناء الطائفة السنية كثير من المخلصين أقصوا أبعدوا تهموا المسألة أكبر أكبر من مسألة مسألة معارضة أو مقاطعة مسألة أكبر بكثير هذا الواقع الذي للأسف خلفتموه وهذا الإرث الذي جعلتم جعلتموه ورثا إرثا للشيعة في البحرين لكن مع ذلك أقول أن الإمكانيات اليوم لمواجهتكم وإن كانت بسيطة وإن كانت إمكانياتنا بسيطة وقدرتنا وقوتنا بسيطة لكننا لكم بالمرصاد ولا نقبل ولا نرضى أن تهاني القيادة الحكيمة الرشيدة في مملكة البحرين ولا نرضى أن تكونوا شيئا يوما ما في مملكة البحرين ستبقى البحرين عربية خليجية خليفية وسيبقى جلالة الملك المفدى رمزا مجدا وعزا لهذا الوطن وسيبقى حكم آل خليفة هو الحكم الثابت في البحرين عداءكم لحكم آل خليفة هو عداء باطل عداء ليس صحيح عداءكم لآل خليفة هو عداء من الباطل من الشيطان ونحن لا نقبل بهذا العداء ولم نعادي ولن نعادي بغض النظر عن وجود وجود حالة 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 غريبة اليوم الكل متهم والكل بعيد لا يوجد مشروع لا يوجد مشروع حتى مشروعا وطني لا لنا ولا لغيرنا لأنكم أنتم فرقتم وجعلتم الفوضى في كل مكان ولذلك اليوم المشروع الكبير في البحرين هو مشروع شنو مشروع الطوائف لا توجد طائفة شيعية أو أكثرية شيعية لا مشروع الطوائف في شيعة وفي سنة وفي يهود وفي بود وفي غيرهم هذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد ولذلك إصراركم على إيجاد موقع لكم بالغصب إصرار باطل لم تعود البحرين بجناحين شيعة وسنة البحرين اليوم بلد الطوائف فيها طوائف متعددة شيعة وسنة ويهود ومسيح وبوذة وغيرهم من الطوائف مع ذلك لا بد أن يتعايش الجميع مع بعضهم البعض أنا لست مع الإقصاء أنا لست مع الإبعاد أنا لست مع التهميش لا أقبل أن يهم الشيعي ولا سني ولا غيرهم وأأمل أن تصل هذه الرسالة إلى الجميع لأن في خلل معين في خلل واقع للأسف وفي عدم فهم في عدم إدراك في عدم حكمة في بعض التصرفات من الجهات المسؤولة للأسف ولكن نحن نتعامل بكل إخلاص بنية صافية نعمل وفق ما نجد نجده الصواب نعمل معا من أجل خلق بيئة وطنية شيعية سنية مسيحية يهودية نحن نعمل من أجل الإصلاح أنا شخصيا شعاري عقل إنسانية صلاح إصلاح بناء هذا ما أؤمن به من الداخل وهذا ما بدأت به وهذا ما عملته وهذا ما جدي واجتهادي فيه وإلا غير هذه المسائل لا تعنيني كثير من المسائل اللي راح أحاول أطرق إليها وأطرحها في الأيام المقبلة لكن هذه الرسالة بالنسبة لي كانت مهمة أن تصل استفافنا اليوم ليس استفافا مع نظام حكم نظام الحكم نظام محترم نظام الحكم نظام الوطن نظام الحكم نظام باقي وندعمه ونؤيده مش المسألة مسألة استفاف نعم دعم لأن من من واجب الوطني أن أدعم حاكمي من واجب الإنساني والديني أن أدعم حاكمي هذا واجب وهذا حق ومن واجبي ومن حق وطني علي أن أحب حاكمي وأن أحب قيادتي هذا وطن وهذه الوطنية وهذه الإنسانية وهذا العمل به الواجب بالعقل وليست مسألة استفافات وتطبيل بحسب ما يقولون والله أنتم مطبلين والله أنتم مصطفين والله أنتم لا الغلط نقول عننا غلط والصح نقول عننا صح لا يعني وجود تهميش والله أن قيادتي هي التي تهمشني لا أبدا وحاشا أن تكون القيادة بهذا الوضع أبدا التهميش يأتي من جهات معينة تتقصد أن تهمش لأن أطراف أخرى صنعت هذا التهميش مثل ما في سنة مهمشين المخلصين دائما مهمشين كل مخلص مهمش ليش لأن في جهات لا تقبل لا تقبل أن يعمل المخلص بإخلاص وفي جهات تتربع على الفتنة ترتزق من الفتنة تزيد ثراء من الفتنة وفي الفتنة لكن حاشا لقيادتي أن تكون كذلك أبدا أبدا أنا من الزائرين والمتواصلين مع جلالة الملك حفظه الله مع القيادة الرشيدة حفظها الله لم أجد لا تهميش ولا تميز ولا نظرة ولا أبدا منهم نعم وجدت ذلك من بعض الجهات التي لا تريد لا تأمل أن يجتمع شيعي وسني أبدا وهذه جهات واضحة جهات تعمل ليس بالخفاء تعمل في العلن لذلك في بعض الشخصيات أصلا ما يشتهي حتى يطالعك أنت شيعي في هذا النفس موجود ولكن من صنع هذا النفس أعيد وأكرر وأشدد الذي صنع هذا النفس أنتم أنتم من صنع هذا النفس لذلك لا تلوموا من يعمل بهذا النفس لذلك نحن نحاول أن نقرب وجهة النظر نحاول أن نقرب الصورة مع من من يختلف في الرؤية معنا ولذلك أقول الوطن يجب أن يحفظ بالوطنية بالولاء بالاتفاق بالعمل بالبناء أما دعوات التحريض والدعوات للإضراب وخلق الفوضى والعمل على تعزيز خلق الفوضى أمور لا تبني وطن ولا تصنع ولا تعمل ولا نأمل من ذلك أبدا إلا دمارا إني مع الإصلاح وأضع يدي بيد جلالة الملك المفدى وبيد الحكومة الرشيدة وبيد القيادة أنا معهم مع الإصلاح مع حقوق المواطنين مع الرفاه للمواطن البحريني مع نبذ الطائفية والتطرف ضد خطاب الكراهية ضد خطاب الخطاب العذفي الذي يحاول أن يفرق بين شيعي وسني أو أن يفرق بين مسيحي وشيعي وسني أو مسيحي ومسلم بدأنا مسيرة التعايش وضعنا مسلمات أساسيات أساسيات للتعايش في مملكة البحرين وسنواصل هذا الطريق ونعمل من أجل أن يكون المواطن هويته الوطنية لا هويته الدينية حتى لا يتم هناك إقصاء وتهميش لأن لأن الذي الذي يحصل أن الإقصاء والتهميش يكون بالهوية الدينية هذا يكرحك وهذا يحبك وهذا ما يحبك وهذا يبغيك وهذا ما يبغيك وهذا يحاول يعني يصير يصير ضدك لأن أنت من المذهب الفلاني أول عن لا إقصاء 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 سنعتموه لذلك نجتهد أن تكون الوطنية هي الهوية والعمل الوطني هو الوحدة 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 وأكرر يجب أن نتحد بعمل واحد للوطن من أجل الوطن أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق واعذروني لصراحتي ولكن هذا ما في قلبي والتصل هذه الرسالة لمن يعنيه الأمر والتصل الرسالة إلى المجتمع لكي يفهم المجتمع أن واجبنا لن نتخلى عن وأن عملنا هو البناء ودعم الإصلاح والتغيير إن شاء الله لصالح المجتمع والشعب البحريني والقيادة البحريني إن شاء الله حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر